تسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي في أديسة بابا وذلك تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وعشية القمة التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك حيث بحث أولويات البلدين في إطار الاتحاد الإفريقي وسبل تعزيز العمل المشترك على مستوى القارة من جانبه أعرب وزير الخارجية الموريتاني عن التطلع إلى انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين ودع وزير خارجية موريتانيا الوزير شكري للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في نواكشوت مارس القادم الولايات المتحدة وفرنسا تتفقان على تعميق التعاون من أجل نمو اقتصاد أوكرانيا وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا لحربها ضد أوكرانيا وخلال لقائها مع الرئيس الفرنسي مانويل مقا في ميونيخ بألمانيا شددت هاريس مجددا على أن بلادها ستدعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك كما يحث المسؤولين الخطوات التالية في الرد الموحد في الملف الأوكراني إلى جانب بحث التحديات مع الصين دعت الأمم المتحدة إلى زيادة كبيرة تصل إلى 500 مليار دولار سنويا كتمويل إضافي من الدول الأكثر تقدما في العالم لتلبية أجندة 2030 الحاسمة للتنمية المستدامة وقال بيان أممي أن النظام المالي العالمي حتى الآن فاشل في التخفيف بشكل فعال من أثار الأزمات الحالية وبشكل خاص جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالة الطوارئ المناخية المستمرة وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراش من أن الأزمات الراهنة تؤدي إلى تفاقم الصدمات التي تتعرض لها البلدان النامية بسبب النظام المالي العالمي قصير الأجل وغير العادل على حد وصفه قال اتحاد الجامعات والكلية البريطانية أنه سيعلق إضرابا خلال الأسبوعين المقبلين فيما يتعلق بالرواتب وظروف العمل وخلافات المعاشات التقاعدية للسماح بمواصلة المفاوضات وقال الاتحاد أن الإضرابات التي كان مقررا لها البدء أيام 21 فبراير وحتى الثاني من مارس لن تتم مشيرا إلى أن جميع الإجراءات المقررة بعد هذه التواريخ ستظل سارية أسدل الستار في باريس على النقاش البرلماني حول المشروع الحكومي لإصلاح نظام التقاعد وانتهت فترة بحث الجمعية الوطنية بعد أسبوعين من مناقشات نصوص المشروع دون التصويت عليه وحتى دون تناول المادة السابعة التي تثير غضب الشارع التي تنص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما بحلول 2030 وتأمل الحكومة خفض النفقات بحلول عام 2030 هذا ودعت النقابات العمالية الفرنسية إلى حشد وتكثيف التحركات الاحتجاجية في فرنسا يوم السابع من مارس المقبل في حال لم تسحب الحكومة مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي وصفته بغير العادل حتى هذا التاريخ الذي يتوافق مع عرض نص المشروع على مجلس الشيوخ ارتفع عدد قتل الإعصار جابريل في نيوزيلندا إلى تسعة أشخاص مع استمرار عمليات إزالة المخلفات في الجزيرة الشمالية التي دمرها الإعصار واكتاح الإعصار المناطق العليا من الجزيرة الشمالية قبل اكتياحه الساحل الشرقي مسببا دمارا واسع النطاق وتوصلت جهود إزالة آثار الإعصار الذي أدى إلى عزل بلدات وجرف مزارع وجسور ونفوق ماشية وغمر منازل بالمياه واحتجاز السكان على أسطح المنازل قتل ستة أشخاص في عملية إطلاق نار في مقاطعة تيت بولاية ميسيسيبي الأمريكية وقالت وسائل أعلام أمريكية أن إطلاق النار وقع داخل مجمع أركابوتلا على الطريق الذي يحمل الإسم نفسه مشيرة إلى أن من بين القتلى امرأة ورصد مسؤولون بمقاطعة تيت بولاية ميسيسيبي المشتبه به داخل سيارة وتم احتجازه في الحال انتهى موجز التاسع وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل